يبدو أن عقد شبكة الإتجار بالبشر والدعارة بدأ بالانفراط بعد فضيحة شبكة جوني ومع مواصلة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب في وحدة الشرطة القضائية عمله ها هي شبكة جديدة يكشف أمرها في خلدي فمقابل أفران شمسين وبعد عملية رصد ومتابعة داهمت قوة من قوى الأمن مكانا مشبوها ليتبين وجود شبكة دعارة فتم توقيف تسع فتيات من الجنسيات السورية والمصرية واللبنانية وختمت الشقتين بشمع الأحمر أول ما سكنت هون سكنت خمس الشهر أول خمس تيام عشر تيام ضلت لوحدة بعدين صرنا نلاحظ أنه في ناس عم بيجوها بنات طبعا بس ما كنا ننتبه يعني عادي يعني ولا كانوا شي صاير يعني فبعدين لمرتين ثلاثة صاحب البناء يلاحظ الشياء فبالليل لمصارت الحكي بينه بينه قلت له أنه بدي يفل قال له ما طلك بدك تفلي معك من هون خمس تيام مهلة بعطيكي المصريات وقديش إليك ساك نشار بعطيكي حبة تمسك بس فلي ما عاش بدي ياكي هون بالبناء على الخالص هذا الحكي أمتا؟ هذا الحكي صار قبل ما بتنمسك تقريبا ساعتين ثلاثة كانوا يجوا البنات لهون لحالهم أو كانوا يجوا معهم الزبائن؟ لا ما في زبائن هون كانوا يجوا عالصباح يفلوا عشية ويجوا عالصباح القوى الأمنية أوقفت السورية عين عين بجرم تسهيل الدعارة وهو الذي تولى نقل الفتيات من مكان إقامتهن إلى مكان تواجد الزبائن كما تم حجز سيارته من نوع تويوتا نمر حمراء وأودعت إلى مرأة بحجز بيروت أما الرأس المدبر للشبكة اللبناني خاء عين فهو من أصحاب الصوابق ووفق معلومات لتلفزيون المستقبل كان يعمد إلى حجز الهويات والأوراق الثبوتية للفتيات ويخضعهن للترهيب بلاغ بحث وتحرن بجرم الإتجار بالبشر عمم بحق الأخير والعمل جار على توقيفه أما زوجته فأوقفت وخضعت التحقيق وقد أشار مصدر أمني لتلفزيون المستقبل إلا أنها تحدثت في معرض إفادتها عن تعرضها للتعذيب باستمرار على يد زوجها وقد منع عنها رؤية طفلتيها ما لم تساعده في تسهيل الدعارة يبدو جليا أن القوى الأمنية مواظبة على ضبط كل ما بات يعرف بشبكات الإتجار بالبشر والدعارة فهل ستحمل الأيام المقبلة المزيد من التوقفات في هذا الإطار؟ راشال حلبي تلفزيون مستقبل